قصة وكواليس إحالة 18 من فاشنستات الكويت بغسيل أموال تستعد نيابة الأموال العامة في الكويت لإعلان قرار إحالة 18 من المشتبه في تضخم حساباتهم البنكية أغلبهم من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي والفاشنستات وذكر التقارير صحفية كويتية أن النيابة تحقق حاليا في حسابات شاب وفتاة من مشاهير السوشيال ميديا بعدما اتضح أن هناك تضخما في حساباتهم المالية تجاوزت الـ 12 مليون دينار كويتي ما يعادل 39 مليون دولار أمريكي تقريبا وأشرت التقارير إلى أن التحقيقات لا تزال في مرحلة البداية مع الشاب والفتاة ومن المقرر أن يتم استدعائهما لأخذ أقوالهما فيما سيتم نسبه إليهما من اتهامات حول تضخم الحسابات البنكية وبحسب صحيفة كويتية فقد أطل الفنان طارق العلي ونشر فيديو عبر سناب شات قال فيه من يقف وراء الفاشنستات والبلوجر ومن يدعمهم ويساندهم لا شك أن هناك شركات كبيرة سهمت بشهراتهم من خلال الترويج لإعلاناتهم عاد عن القنوات الفضائية تجري لقاءات معهم وتخصهم ببرامج وبالرغم من ذلك هناك من يسأل من هو الذي يقف وراء شهرتهم حتى أهلنا وأولدنا يتابعهم وأضف طارق العلي من تابع لقاءاتي يعرف أنني طرحت سابقا موضوع كيف استغنى بعض الفاشنستات والبلوجر يشعر إلى أن البلوجر جمال النجادة نشرت فيديو ردت فيه على من يتهمونها بغسيل الأموال وقالت نحن بلد مؤسسات وبلد قانون ومن لديه شيء فليذهب إلى نيابة غسيل الأموال وذلك بعدما نشرت فيديو اعترفت فيه بما تملكه مشيرة إلى أن الفضل فيه يعود إلى متابعيها كما رد يعقوب بوشهري على التهمة نفسها بعد استعراضه لأسطول سياراته وقال إن ما وصل إليه يعود إلى رضى والدته عليه وأنه لا يستطيع تحمل غضبها وعندما سأله أحد المتابعين من أين لك هذا رد عليه مو شغلك من جانب آخر نشر حساب ديوان الكويت مقطع فيديو لسيدة كويتية وزوجها يقوما خلاله بحركات مثيرة وطلب الحساب في تغريد له إدارة الجرائم الإلكترونية بالتدخل لوقف مثل هذه المظاهر الدخيلة على المجتمع الكويتية بينما طالب مغردون ونشطاء بإلقاء القبض على الزوج والزوجة اللذان يظهر فيها المقطع ووجهت محكمة الجنايات في الكويت بالقبض على فاشنستا وزوجها وذلك خلال تواجدهما داخل أروقة المحكمة لحضور جلسة محاكمتهما في قضية مخالفة لأداب العامة ثم تم إخلاء سبيلهما بكفالة 2000 دينار كويتي ما يعادل 6600 دولار لكل منهما ووصف بعض المتابعين المقطع بالخادش معلقين عبر تويتر بطريقة انتقاضية فقامت الجهات الأمنية على الفور بحذف الفيديو الذي تسبب في ضبطهما لمحتواه الذي وصف بأنه غير أخلاقي ترجمة نانسي قنقر